اذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الان في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر اشتروا مني ارجوكم اشتروا مني ارجوكم سيدي الا تريد كبريتا لم تتوقف الصغيرة بل تابعت تنادي على اعواد الكبريت اعواد كبريتا جيدة انها رخيصة الثمن انا بائعة الكبريت الصغيرة فاشتروا مني ارجوكم اشتروا مني هيا يا سادا ما احد يريد جراء الكبريت الكبريت الرخيص هيا اشتروا تريدون الكبريت عاد ابي البرد شديد في الخارج والدفء هنا مضاعف دفء الموقع ودفء الاسرة ادام الله هذه السعادة فهي كنز لمن يعرف كيف يصونها اشتروا الكبريت ارجوكم اشتروا الكبريت اشتروا الكبريت ارجوكم اشتروا الكبريت تكاد البرد يجمد عظامي واطرافي ساعدني يا ربا اشتروا كبريت اشتروا كبريت Machina موقف فيه نار اين جدتي؟ جدتي؟ وتذكرت احلام وقام السعاده والدفء الماضية جدتي ما أدفع حظمك يا جدتي وما أروعك يا صغيرة جدتي هل ستحكين لي حكاية تطلب كما كانت أمها تطلب من قبل جدتي كانها مكان في قديم الزمان كانت هناك فتاة صغيرة فتاة صغيرة هل كانت هذه الفتاة كبيرة وعمرها أكبر من عمري أم كانت أصغر كانت صغيرة ولطيفة وجميلة ورائعة في مثل عمورك يا أحلام وكانت هذه الفتاة تحب جدتها التي تجلسها على حظها الدافئ لتروي لها حكاية جميلة قبل النوم صحيح بلى كان جمالها غير عادي صفاء السماء في عينيها التين تلمعان كالنجوم شعرها كخيوت الشمس وصوتها أجمل من تغريد البلابل كانت الجدة اللطيفة تروي دائما قصصها الجميلة التي تنتهي غالبا هكذا هل السعادة لا توجد إلا في الحكايات؟ تعال يا أحلام منظر إلى السماء سترين نجوما براقة وأخرى شاحبة هكذا الناس بعضهم براق ويعيش في سعادة والآخر حياته ألم لكن النجم يبقى نجما عاليا ولا يدأثن فواء أكان براقا أم كان شاحبا أليس صحيحا ما أقول يا جدتي؟ بلى يا صغيرتي ستصبحين حكيمة عندما تكبرين وتصيرين في عمر جدتك عندما توفيت أمك واضطر والدك إلى السفر لم يعود لي هم سوى تربيتك وتعليمك كانت وصيتها لي قبل وفاتها اهتمي بأحلام أطعميها وصقها علميها وفعلي وفعلي خفت في بداية الأمر ولكن حبي لك كان أقوم كل شيء في هذه الدنيا فحب الإنسان لولده كبير ولولا أهل ما عاش الإنسان على وجه الأرض فالبغد والكره يتحرق الإنسان أجل لا أدري لماذا يطلب الناس بعضهم بعضا لقد خلقهم الله ليعيشوا معا ويساعد كل منهم الآخر في السماء نجوم ولو كان واحدا لم استطاع أن يضيء السماء مهما كانت قوة ضوءه لا يقاس بضوء النجوم مجتمعا وكذلك الإنسان لا يستطيع التخلي عن أخيه الإنسان نعم لقد فهم لكن هذه الأيام السعيدة الدافئة لم تدم طويلا جدتي انهضي انهضي أرجوك حكدتك الصغيرة وأحلامت ناتيك ماتت الجدة وبقيت أحلام أحيطة جدتي ألم تملي من هذا الجلوس؟ سيدي هيا انهضي بعد أن ماتت جدتها بدأت الأيام قاسية في حياة أحلام لا تعودي إلى المنزل ومعك عود واحد عليك أن تبيعيها كلها هيا عود الكبريت جميلة ورائعة رائعة إنه كبريت جيد لا أرى أحدا في هذا المكان المطر شديد يا رب ماذا أفعل؟ لم أستطع بيع حكمة واحدة ولن أستطيع العودة إلى المنزل وهي معي ماذا أفعل؟ ألا يحتاج سيدي إلى شراء الكبريت؟ لم آقا اههيل الحمد لله لم تبتل؟ اهيل أنا باعة الكبريت؟ ألا تحتاجون إلى الكبريت؟ أعطيني حزمة أفضل سيدي هذا كثير لا أهيدها الفتاة الطيبة لكنها نقود كثيرة جدا أنا بائعة كبريت ولست متسولة ولا أستطيع أن أخذ أكثر من ثمنها ومن قال لك إنني لن أخذ جميع الكبريت بهذه النقود كلها يا صغيرتي ستأخذ الكبريتة كلها؟ هل ستفتح معملا للكبريت؟ لقد اشتريتها كلها كي تذهب إلى منزلك ولا تبيع الكبريتة في مثل هذا الجو البارد شكرا لك بفضل اشتريتها وأعيدها هدية إليك أرجو أن تقبل هديتي أراك بخير يا ابنتي أشكرك يا سيدي أنت كريم جدا في اللقاء تابعت أحلام بيع أعواد الكبريت في تلك الأيام الشديدة البندة مشت طويلا فوق الثلج وتحت المطر وفي وجه الريح وكل أملها أن تبيع ما معها من كبريت لا تدربني يا سيدي ضرب الرجل أحلام في تلك الليلة ورمى بها خارج المنزل وبقيت أحلام حيدة في هذا العالم البارد اسمعي أياتها الغبية لقد أدخلتك لأمنحك فرصتك الأخيرة للعيش في هذا المنزل وهي أن تبيعي كل الكبريت وإلا ولكن لن أستطيع فالبرد قارس وحذائي وهل علي أن أشتري لك الأحذية أيضا ألا يكفي أنني أطعمك هذا البسيه بسرعة كان هذا حذاء والدتها وقد كان قديما جدا وكبيرا جدا ولكنه مع ذلك أفضل من لا شيء خرجت أحلام إلى الشارع البارد لتبيع الكبريت من جديد أفضل من جديد جدتي اشتروا الكبريت أيها السادة إنه كبريت جيد أنا أبيع الكبريت هيا تعالوا أيها السادة ألن يشتري الكبريت أحدا منكم يا سادة ألا تريدون الكبريت؟ كيف ستوقض المدافع من دون أعواد الثقاب؟ اشتروا اشتروا كبريت إنه رخيص الثمن لماذا لا تشترون؟ معي أعواد الكبريت؟ الكبريت ترجمة نانسي قنقر علب الكبريت؟ أنا أبيع أعواد الكبريت من يشتري؟ هيا يا سادة لماذا لا يشتري أحد منكم؟ لماذا لا يشتري أحد؟ اشتري أرجوكم اشتري أرجوكم ثمنها رخيص جدا اشتري أرجوك اشتري أرجوك اشتري أرجوك أشتري أعواد الثقاب فهي على حالها لقد حل الظلم ولم أستطع بيع شيء من الكبريت وإذا عدت إلى المنزل وأنا في هذه الحال فإن العقاب الشديد ينتظرني من دون شك هذا علي أن أفعل كيف سأتصرف كيف سأعود إذا أشعلت عود الكبريت هذا فإنه سيدفئني قليلا سأمال عقابا شديدا إذا أشعلت لا بأسني واحد واحد إنها تفار إنها تفیا اشتركوا في القناة باب يا للروحة اقدم لك نفسي انا الواسة المحشوة بالمكسرات فما رأيك ان نرقص موافقة ايدها الواسة الجميلة هيا 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 جميل يصدق مانا ايضا مانا ايضا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة